لا زالت المعارك على أشدها في صعدة التي تشهد قتالا بين قوات الشرعية وميليشيا الانقلاب في خمسة محاورة منذ أشهر قوات الجيش الوطني استطاعت التقدم في العديد من جبهات القتال خصوصا في كتاف والبقع ومحور علب تقدم بطيء لكنه ليس بالهين يقول خبراء اعتمادا على البيئة الجغرافية الصعبة واستماتت الميليشيا في الدفاع عن معقلها الرئيس قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلى قال في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة التامة على واد العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن ثلاثين من مسلحي الميليشيات الانقلابية وأضاف أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت مع الميليشيا فيما أكد أركان حرب كاتبة التدخل السريح في لواء التحرير الملازم أشرف المخلافي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبات المصادر الاستراتيجية في منطقة العطفين بمديرية كتاف بعد معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحثي بمساندة طائرات الأباتي التابعة للتحالف العربي وبالتزامن مع التحرير في كتاف عادت عشرات الأسر في منطقة الفرع بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة إلى منازلها بعد تطهيرها من الميليشيا ومخلفات الحرب وهي بادرة من شأنها القول أن التقدم في صعدة ليس بالتكتيك العسكري وإنما حرب للتحرير والسيطرة